عاطف هل فوجئت بهذا التطور هذا الزلزال ربما السياسي لا لم أتفاجأ ولم أندهش كان هذا العمل متوقعا منذ فترة طويلة ولكني اندهشت بطبيعة الحال بالطريقة التي تمت بها هذه الإقالة منذ البداية وهناك خلافات واختلافات عميقة متعددة بين الرجلين بين الرئيس ترامب من جهة ووزير خارياتي سيد تيلرسون من جهة أخرى وكنا في كل مرة عندما يبرز اختلاف أو خلاف بين الرجلين نتوقع إما استقالة مباشرة من جانب تيلرسون أن يترك وظيفته بمحض إرادته أو إقالة من جانب رئيس ترامب للسيد تيلرسون لكن بدون شك هذه الخلافات تعود ربما طوال عام كامل الآن مضى من عهد حكم سيد ترامب عندما استخدم سيد تيلرسون صفة أحمق وهو يصف الرئيس ترامب وعندما سئل السيد تيلرسون فيما بعد أن يؤكد أو ينفي أنه بالفعل استخدم هذه الكلمة لوصف رئيس الولايات المتحدة لم ينفي السيد تيلرسون هذه الصفة ثم بعد ذلك نشأت اختلافات في وجهات النظر في قضايا هامة على سبيل المثال السيد تيلرسون اعترض على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس المناخي اعترض على معارضة الولايات المتحدة للاتفاق النووي أو معارضة حكومة سيد ترامب للاتفاق النووي مع ايران وأعتقد أنه القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون الآن اختلاف السيد تيلرسون مع قرار الرئيس ترامب بالأخير بمقابلة زعيم كوريا الشمالية وبقابول الدعوة التي وجهها له زعيم كوريا الشمالية يجب أن نشير هنا إلى أن السيد ترامب اتخذ قراره بالموافقة على مقابلة السيد كيم زعيم كوريا الشمالية خلال 45 دقيقة بعد اجتماعي في البيت الأبيض مع وفد من كوريا الجنوبية لم يستشر وزير خارجياتي لم يستشر أحدا من مستشاريه وإنما خلال 45 دقيقة قرر بمفرده أن يقبل الدعوة السيد تيلرسون فيما بعد كان في ذلك الوقت في جولة في أفريقيا نعم وفيما بعد طبعا هو اندهش أن الرئيس يتخذ هذا القرار الخطير دون استشارة وزير خارجياتي وفيما بعد نصحه رفض السيد تيلرسون هذه الفكرة وقال له يجب أن لا تقابل زعيم كوريا الشمالية إلا بعد أن تكون مستعدا استعدادا تاما أعتقد أن هذه هي القشة التي قسمت ظهر البعيد